على امتداد الشاطئ العربي بلونه الخليجي تمتد قطر بسياستها كجزيرة متكاملة الملامح تبحر بعلاقاتها المتوازنة على مياه الوساطة بين جيرانها وأصدقائها حديث كهذا لم يكتب فقط أو يوضع في إطار المجملات السياسية إنما هو حقيقة تؤكدها الخارجية القطرية بطلب وزيرها الخليج وإيران بالجلوس على طاولة الحوار في مياه الخليج التي تموج فيها التوترات بوجود بحارة لسفن السياسات والمصالح تحلق قطر بقيادة أميرها الشيخ تميم بن حمد الثاني من الخليج نحو الحوار البعيد عن اللغة المشحونة على مر سنوات عجافة حدث هذا من قبل بسياسة قرأتها الصحف العالمية على أنها ترفع شعار الحنكة والحكمة في تحويل الصراعات إلى بناء العلاقات مثل ما جرى في بيان العلا حين ترجمت قطر نهجها بابتسامة تقريب المسافات يعلو القرار القطري بتعليق نزاع تجاري مع الإمارات العربية المتحدة في منظمة التجارة العالمية على رأس مواقف الدوحة ما يثمن حسن النوايا في غرف القرار القطرية الفائدة السياسية لمنطقة الشرق الأوسط تحديدا منطقة الخليج ما ينعكس من تسويق للغة الهدوء شعار ثابت على اتساع المساحة القطرية الدبلوماسية مساحة باتت تجتاز حدود الخليج وإيران لتغزل نسيج التفاوض وحلول المشكلات تماما كما هو حراكها المكوكي لدعم الحوار كوسيط يتقنه بذكاء وزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني كشخصية فذة تسير على طريق شخصية الأمير تميم بن حمد الثاني الصانعة للسلام دوما بتمهيد أرضية الحوار فوق أي اعتبار ما جعل الدوحة مركزا عالميا وطاولة حوار كبرى للملفات الشائكة بين الحدود والسياسات العربية والإيرانية والعالمية اشتركوا في القناة